موسيقى يقف رئيس الوزراء العراقي حيدر العباد اليوم في موقف صعب فلم تكد تمضي ساعات على إعلانه الحرب على الفساد حتى انفجرت مدينة الصدر مذكرة بالأمن المفقود لتضعه أمام أولويتين فهجمات داعش وغيرها من الجماعات المتطرفة لك تكاد تتوقف وتحظ الأرواح بالعشرات والفساد المتوطن الذي لن يسكت أركانه عن أي جهد قد يطيح به ولو على حساب الأرواح البريئة ومقدراتها بغداد على صفيح ساخن بين المواجهة المفتوحة مع الفساد والاستجابة لتحديات الأمن العشرات بين قتيل وجريح سقطوا في أحدث حلقات العنف سوق شعبي مزدحم بمدينة الصدر استقبل شاحنة مفخخة ضيف طالما عهدته المدينة ذات الأغلبية الشيعية لكنه في هذا التوقيت بالذات خلف بقعا سوداء على ذوب إصلاحات رئيس الوزراء حيدر العبادي ذمن غال قد يدفعه العبادي وهو يفتح ملفات ملغومة لكنه في سبيل ذلك مستعد للمضي حتى النهاية ولو كلفه ذلك حياته كما قال فقوات الجيش والأمن ذات اليد الطولة في الحرب مع الجماعات المتشددة كانت أول جهة يكتشف العبادي أن الفساد عشعش فيها لسنوات حتى أودى بها أوكاد أصوات عدة بدأت تنتقد الإصلاحات التي حظيت بدعم الحكومة ومجلس النواب والمحتجين الذين نزلوا لساحات مطالبين بأبسط الخدمات وبفتح ملفات الماضي ومحاسبة المسؤولين وإنهاء المحاصصة الطائفية إلغاء مناصب عليا وتقليص العديد من الامتيازات وكشف ملفات الفساد السابقة والحالية خطوات تلاقي موجة ترحيب محليا ودوليا لكنها قد لا تكون وجدت بعد البئة المناسبة للمواصلة وهنا يكون للحالة الأمنية كلمتها الفيصل فمع عمليات شبيهة باستهداف مدينة الصدم يكون الوضع معقد فإما أن تعمل الحكومة على الجبهتين بما يعني ذلك من مصاعب وإنهاك أو تستسلم على إحداهما فتفتح المجال لصعود الأصوات المنتقدة لها وعودة رموز الماضي إلى الواجهة على جبهة الفساد تعززت خطوات العبادي بدعم قضائي 66 تهمة في قضايا الفساد أمام محكمة التحقيق المتخصصة في دعاوى النزاهة والمتهمون وزراء ووكلاء ونواب وضباط تولوا مناصب حساسة وعلى جبهة الأمن تجد الحكومة نفسها في موقع صعب أمام سلم الأولويات من أين تكون البداية مواجهة الأصدقاء أم الأعداء فعبذ الأياد المختلفة بالملف الأمني يبقي التساؤل قائما حول إمكانية المضي قدما في الإصلاحات في بلد أنهكته سنوات طويلة من الفساد والطائفية وغياب الأمن ويعيش في مواجهة مفتوحة مع تنظيم داعش المتشدد ومع تنظيمات وشخصيات قد لا تجد إلا العنف بديلا لو ضاقت بها سبل العودة إلى الماضي معنا من بغداد الباحث في شؤون السياسية والاستراتيجية أمير جبار سيد أمير جبار كيف بإمكان العباد الآن وبعد تحدي اليوم الأمني أن يدير هذا الملف الأمني بموازات ملف أكثر خطورة وأكثر ضخامة هو ملف الفساد مساء الخير عليك وعليكم يا أهلا من الصعوبة جدا أن يستطيع العبادة أن يمسك بكل خيوط هذه الإشكالات والمعوقات في عادة بناء وتنظيم وهيكلة شكل الدولة العراقية بعد أن واجهت خلال حكومتين سابقتين متراكمة من كثير من الأخطاء وكثير من الإدارة الغير ناجحة أو الفاشلة في وضع استراتيجيات يمكن أن تعرض دور هذا البناء وبالتالي سيد العبادي أصبح خطر مواجهة تنظيمات داعش في العراق يوازي خطر مواجهة حرب الفساد وهذا ما طلب به الغضب الشعبي المستدام لحد هذه الساعة في كل محافظات جنوب ووسط العراق ومن ضمنها العاصمة بغداد وحتى نكون أكثر وضوحا يعني خرجت علينا لجنة التحقيق في سقوط الموصل واحدة من أهم أسباب سقوط الموصل هي تفشي الفساد في الأجهزة الأمنية والعسكرية والحكومة المحلية وكذا نسمع أيضا على سبيل المثال الحصر اليوم هناك هذا التفجير الرهيب الذي يعتبر اليوم إبادة جماعية والذي تلوته في تقريركم قبل قليل لعدم استكمال منظومة الأمن داخل بغداد كان هذا سببه هو وجود الفساد منذ عام 2008 كان من المؤمل أن تقوم الحكومة المحلية بالتعاضد مع وزارة الداخلية بإنشاء شبكة مراقبة ألكترونية بكميرات وممكن أن تغطي كل عموم حركة العجلات داخل العاصمة لكن للأسف أقول فشل هذا الأمر في أكثر من جولة وفي أكثر مرة لوجود تقاطعات وأولا بتوافق سياسي وبتوافق فساد بين تلك الكتل والأمر الآخر يعني اليوم حتى البرلمان من وضع خطة وإصلاحات قال بأن سنقوم من ضمن 16 نقطة التي كانت أولويات إصلاح البرلمان هي أن ينقل إلى كفة التحقيق والمتابعة ملفات الفساد في ثلاث ملفات مهمة جدا وهي تصب في الملف الأمني ومواجهة خطر داعش أولا ملف تسليح أبروسي ملف تسليح الشيكي وملف تسليح البوراني قبل كل هذه الملفات لو سمحت لي سيد جبار قبل هذه الملفات لو سمحت لي أنت أتيت على ذكر المؤسسة الأمنية المؤسسة الأمنية نفسها ينخر فيها الفساد بشكل كبير يعني طيلة السنوات الماضية وفترتين حكم المالكي خاضعة ومبنية على ولاقات شخصية وطائفية وعرقية يعني متى برأيك يكون المالكي قادر فعلا على ضرب هذه التشكيلة التي المبنية عليها هذه المؤسسة الأمنية برأيك وطبعا السيد العبادي لن يستطيع وحده أن يقوم بهذا الأمر ما لم أولا يغير كل كابينة مستشاريه واليوم حسنا فعل عندما قام بعملية إزاحة أو عملية استبدال الأمين العام للأمانة العام للمجلس الوزراء ونائبيه والذين هم يشكلون جانبا استشاريا بإدارة أكبر هيكلية للدولة العراقية الذي يشرف على أولا الإعداد لجلسات الرئيس الوزراء وعلى الإعداد والاجتماع بوكلاء الوزراء حتى يمضوا بسياسة عامة للدولة العراقية لكن للأسف أقول هناك كثير من الحلقات المفرغة التي تعوق أن يكون السيد العبادي وهذا هو ما دعاه أن يكون متخوفا في خطابه يوم أمس في مؤتمر الشباب العالمي وما أنتم ذكرتمه أيضا حتى مستعد أن يقدم حياته من محاربة الفساد بل طريقة مثالا واضحا قال بأي حق نحن نجهض أو نقصي عملية البناء أو شكل العملية السياسية ونعين وزراء أو كلاء وزراء أو مدراء مؤسسات حكومية خارج مطوع الكفاءة والإمكانات لحتى تستطيع أن تقدم مؤهلاتها وإمكاناتها في بناء هذه الدولة ولهذا نرى بأنه جانب الفساد ومثلما أنت سألت في محور سؤالك يعني دعني أمر على تجربة حية فيما حصل من مجزرة أكبر من هذه التي ضربت منطقة خان بني سعد قبله لا تتجاوز شهر واحد عندما قام أحد منتسبي أجهزة الشرطة في السيطرة بإمرار أيضا عجلة محملة بثلاثة أطمان من المتفرجات وبالتالي لو لا النفس الضعيفة لهذا المنتسب وهذا الشرطي لما استطعت أن تمر هذه العجلة إلى وسط السوق الشعبي في أول يوم عيد الفطر المبارك ولهذا نرى وللأسف أقول ما لم يستطع العبادي أن يعضد أولا من قيادات حزبه ومن قياد بادة رأساء الكتل الذي على سبيل المثال الحصر عندما قام الزعيم مقتدى الصدر بتقديم بهاء الأعرج لدفعه بتقديم استقالته ومنعه من السفر وتوجهه للدعاء العام على باقي الكتل أن تعضد أيضا عملة إصلاح مع السيد العبادي الذين هم يتحكمون بصنع القرار في العراق لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة وبالتالي يمكن أن يقومون هذا الأمر وتكون الخيوط كلها متاحة في يد السيد العبادي أن يحمي أولا هذه الإصلاحات وأن يقوم عملية البناء ويستطيع أن يواجه تنظيمات داعش في الميدان اليوم هناك خطر لا يستطيع أن يوقفه السيد العبادي وحده وأنظر إلى هذا ماذا قال يوم رئيس أركان الولايات المتحدة الجيش الأمريكي أوديرنو عندما يقول بأن الحل الأمثل أمام العراقيين هو الانتقال إلى عملية التقسيم وبالتالي رفضت الحكومة العراقية ورفضت السيد العبادي هذا الأمر اليوم على كل الأطراف الفاعلة في الساحة ومن ضمنها الشارع العراقي الذي ما زال غاضبا على عملية الإصلاح وبأعلى قمة هذه المطالب ومحاربة الفساد وتحسين أداء القضاء العراقي شكرا لك أمير جبار الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية